من شاب بيضيع وقت ويتسلى لمتهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل الحكاية بدأت من مصر وبالتحديد في اسكندرية سنة 1985 لما تولد محمد أحمد إبراهيم الشهير بمحمد الإسكندراني في أسرة بسيطة الحال أب بيشتغل موظف ومرتبه اللي جاي على قد اللي رائح اتعلم محمد لحد ما أخذ دبلوم المدارس الصناعية وبعدها فضل فترة يدور على شغل لحد ما اشتغل صنايعي في ورشة لحام ومن ورشة لورشة اكتسب محمد خبرة كبيرة وبقى لحام إيده تتلفف حرير لكن والده كان عايز يتطمن عليه ويضمان له وظيفة أفضل من وظيفة اللحام يعني حاجة براتب ثابت علشان يقدر يستقر ويتجوز فأولاد الحلال دلوه على السكة وقالوله لو عايز ابنك يتعين في شركة كبيرة وياخد مرتب محترم خليه ياخد قرصات اللحام والغطس والقطع تحت الماء وبعدها يطلع بواس صفر بحري وساعتها طاقة القادرة هتتفتح له وقال في شركة تتمناه القاب سمع الكلمتين دول من هنا وما كدبش خبر سأل كتير لحد معرف معهد تعليم الغوص واللحام والقطع بالكوس الكهربائي تحت الماء وكان الكلام ده في منتصف عام 2007 على طول قدم لمحمد وتعلم في المعهد ده وأخد الكرصات ده غير دورات الغطس في الغردقة وشرم الشيخ ومع بداية شهر إبريل سنة 2008 نجح والده إن يعينه في الشركة المصرية لأعمال الهندسة والصيانة والأعمال البحرية وتعتبر واحدة من أكبر الشركات البحرية في اسكندرية وقتها الفرحة ما كانتش ساعة محمد ولا أسرته وخصوصاً إن بعد شهرين اتنين بس تم اختياره في الصفر للجزائر مع مجموعة من زميله وده بعد الشركة اللي بيشتغل فيها متعقدت مع شركة سونة راك الجزائرية للأعمال البحرية والصيانة فرصة وجيت له على طبق من دهر لكنه رغم فرحته الكبيرة وفرحت كل اللي حواليه إلا إن فيه شخص واحد ما كانش مرتاح ولا مبسوط والشخص ده كان والدته لكن عشان رغبة ابنها وفقت بس اشترطت عليه شرط قبل الصفر وهو إنه يخطب بنت من بنات الجنان علشان يحس بالمسئولية ما يبصش يمين ولا شمال وفعلاً وافق محمد وراح خطب البنت وبعدها سافر وكان الكلام ده يوم 1 يوليو سنة 2008 ولما وصل محمد نزل في سكن اسمه سكن العمال وكان مكانه جنب شغله في ميناء والران الجزائري وانبهر محمد لما عرف إنه يشتغل في أكبر مدينة بيترول ومصافي تكرير في شمال إفريقيا كلها وبدأ محمد يشتغل والراتب يجيله ياخد جزء بسيط منه والباقي يبعثه على والدته عشان تجهزات الجواز والفرح لكن بعد فترة بدأ محمد يحس بالملل بلد غريبة لا فيها أهل ولا أصحاب ولا حاجة تسليه بص في إيده من أشغر التليفون وشريحة الاتصالات الجزائرية لمعاه وهنا خطرت له فكرة ممكن تخطر لشباب كتير الشيطان مصاحبهم وهو إنه يتسلم بقى يضرب أي رقم عشوائي لو رد عليه راجل يقفل السكة على طول ولو ردت بنت يعطف ويلطف ويسحب ناعم وعجبت محمد اللعبة وبقى أول ما يخلص شغله كل يوم يدخل السكن ويدرب على أي رقم لحد ما في مرة ردت عليه بنت قالت له إن اسمها فيروز وإنها طالبة في كلية الهندسة ومن أسرة سرية جداً محمد اللحام البسيط وعشان ينول إعجابها ويخليها تنبهر بيه قال لها إنه ظابط بحرية مصري وإنه في مهمة خاصة في الجزائر ونفسه يتجوز من بنت جزائرية قوي وبعدها بدأت حبال الوصال والود تتمدي بين الاتنين ومحمد أخدته الجلالة وزاد في كتبه وقال لها إنه واحد من الضفادع البشرية وقرر يبعط لها صورة بلبس الغطس وعشان كده جاف كاميرا وصور نفسه تحت المية 25 صورة وللأسف الأماكن اللي تصور فيها كانت من أكتر الأماكن حساسية وأهمية في مصافي البترول وفي نفس الوقت كانت فيروز بدأت توطط علاقتها بأم واخته تمهيداً للزواج من محمد وفهمتهم زي ما فهمته إنها طالبة في الهندسة ومن أسرة سرية وعشان يتأكدوا ويتطمنوا لها بعدت لهم مبلغ ألف يورو في ظرف محمد ساعتها كان ماهد لأسرته إنه عايز يفسخ الخطوبة ويتجاوز من فيروز اللي بيحبها وفي يوم من الأيام صح محمد وراح يطبع الصور اللي تصورها دور على استوديو وسط البلد في وران لحد ما حظه سيء وقعه في استوديو بعينه دخل محمد وطلب من صاحب اللي استوديو يطبع له الصور ولأن محمد كان مصري ومتصور في أماكن حساسة كان راجل شك فيه وقرر يبلغ عنه وطبعاً تفاصيل محمد كلها كانت عنده على إيصال الاستلام اللي أخد محمد في الوقت ده خرج من الاستوديو وأخد الصور مع بعض الهدايا والدهي سواق أوتوبيس مسافر سطيف البلد اللي عايش فيها فيروز وقال له إنه خطبته هناك هتقابله وتاخدها منه ولما رجع محمد السكن وبعد شوية اتفاجئ بالمخابرات الجزائرية بتقبض عليه وبتوجه له تهمة التجسس لصالح إسرائيل كل ده هو مصدوم ومش فاهم حاجة ولما وجهوه بالصور حكى لهم القصة من البداية لكنهم للأسف ما صدقوهوش وفي نفس الوقت فيروز اتقبض عليها هي والسواق وفي التحقيقات اتفكرت مفاجئات كتير فيروز عرفت إن محمد كتب عليها وإن مجرد عامل لحام بسيط مش ظابط بحرية زي ما كان مفاهما المفاجئة الأكبر بقى اللي عرفها محمد وهي إن فيروز مش بنت ولا خديجة هندسة ولا من أسرة سرية فيروز طلعت زوجة وامنه وعندها طفل عنده سنة ونص وكمان ما كانتش متعلمة من أساسه ولا من أسرة غنية واتحكم على محمد بعشر سنين سجن رغم عدم إثبات وجود طرف تالت في القصة أو أي علاقة لي بالمساد لكن اتهام النيابة العامة جه بتصوير أماكن حيوية تعتبر أمن قومي في الجزائر واتحكم عليه بعشر سنين وعلى فيروز زيهم أما سواق فطلع براءة لعدم كفاية الأدلة واستندوا في الحكم ده على مبلغ الألف يورو اللي بعثتهم فيروز لأهله والخمسة وعشرين صورة اللي تصورهم الباشا بنفسه علشان يحبب كتبت وكان الكلام ده سنة 2008 محمد بعدها قدم طعن على الحكم لكنه ترفض في سنة 2009 وتأيد الحكم الأولاني بالحفص عشر سنوات ما يقسه طعن بالنقضة مرة تانية على الحكم لكن برضو للأسف تم رفض الطعن وتحكم على محمد بتأييد الحكم وقضى العقوبة كاملة رغم أنه كان مظلوم وبريء من تهمة التجسس وكل الحكاية يدوب معاكس التليفون لكنها ضيعت مستقبله وأحلى سنين عمره لو عكست قبل كده فاعرف أن ربنا سطرها معاك ولو نوت عكس تاني فاربنا يتولاك